السلام عليكم حبيباتي كديري لبس عليكم تمنىكم تكونوا باخير اموركم كلها على خير ان شاء الله في بداية كل فيديو منساش نشكركم بزاف على تعليقاتكم ليك تخليوا ليه وعلى الوقت ديالكم شكرا ان را كان قرأت تعليقاتكم كاملة ليخطيكم عليا فقط لضيق الوقت مليك لقى شي سؤال را كان جاوب ومرحبا والف مرحبا بمشتركي جداد درداركم والقدم تمركم ما ينضطر من حتى الش نضيف بكم اليوم ما غاد نقدم لكم قرص لي كيجي رائع بزاف قرص بالعجين السحرية كيجي مفش فش مهوي رمضاني بامتياز يعني غاد يعجبكم كيجي بحل بتيبان وسهل تحضير بلاد ليك بلاداشي حاجة يعني كيوجد ضغية ضغية وكيجي العجين مفش فش يعني كيجي خفيف كتر من الريش جربوه اردو علي الخبار اذا اعجبكم الفيديو متنسوني اشمالي لايك ديالكم فقط للتجاع وطبيعة الحال تعليقاتكم ضروري من التعاليق عندي اهم حاجة بسم الله على بركتي الله بنسبة المقادير عندي 500 جرام ديال الدقيق الابيض او للفارينة 500 جرام ديال الدقيق اللي هي انسكيلو او لخمسات الكيسان بقياس كس العنبا لكيكون دقيق نوعية جيدة وكيكون منخول او لوم غربل عندي بيضة واحدة لكي تكون توسطة جوش المعالق الكبار ديال الحاليب بودرة او لالحاليب المجفف جوج ديال المعالق بهاد القياس اللي غادي نوريكم منسبة الاخوات اللي ما غاديش يتوفر لهم الحاليب بودرة ستغنوا عليه وعجنوا بالحاليب السائل يعني بالحاليب السائل يكيكون دافي حيتي انا غا نعجن بالماء داك شعلي شدرت الحاليب بودرة عندي معالقة كبيرة ديال الخميرة الفورية او لالخميرة ديال العجينة معالقة كبيرة وعندي جوش المعالقة ديال الزبدة بهاد القياسات تقريبا واحد خمسين جرام ديال الزبدة ساحتاج معالقة كبيرة ديال الزنجلان المعالقة ونصف معالقة صغيرة ديال ملحة ه Cuz تبقى المتسمات كتبقى اختيارية على حسب الضوق ديالكم. معالقة صغيرة ديال النافع ونصف معالقة صغيرة ديال حبة الحلاوة طحون 7 جرام ساشي زهرة البورتوقال 60 مل لتر 60 مل لتر نصف كاس 60 جرام حبيبات نصف كاس تقريبا 5 مل لتر على حسب الضوقة نحتاج المال يكون دافع على حسب الخالط بسم الله نأخذ الإناء تقريبا 500 جرام معلقة كبيرة زنجلان محمرة مع الملحة النافع حبيبات لا مشكلة ماء سكر زهرة البورتوقال حليب بودرة 60 جرام خمسة المعالقة الزوقة حسب الضوقة نضيف 60 مل لتر بصدر 60 مل لتر نضيف وصف 30 لتر 60 مل لتر 60 مل لتر نضيف 60 مل لتر 60 مل لتر 60 مل لتر 50 مل لتر نضيف زبدة ثلاثة دفعات نضيف زبدة ثلاثة دفعات نضيف زبدة ثلاثة دفعات نضيف زبدة ثلاثة زبدة ثلاثة دفعات نضيف زبدة ثلاثة نضيف زبدة ثلاثة نغطيها بلاستيك غذائي نغطيها بلاستيك الضعف الحجم نغطيها بلاستيك الضعف الحجم على حسب الجو نغطيها بلاستيك الضعف الحجم نغطيها بلاستيك الضعف الحجم نحيض من الهواء نقسمها على حسب القريصات نضيفها على حساب ميزان نضيفها على حسب اللذي بطاعته نضيف الميزان قم بطاعته على صغر احتفظوا بهم في المجميد او الفلاجة افضلهم صغيرين قطعتهم على جوج على حسب اللي يحشيهم بالشوكولات انا نصدرته محشو بالشوكولات ونصدرته عادي حتى نقنطي الليلة عندكم او لشوكولات الدهن ممكن تديروه نحاول ناخد كورة ونضغط عليها نبسطها بشوكولات من الوسط ونحاول نجمعها من الجوانب يعني العجينة نحتاجه لدقيق لولولي لانها ارتبه وفيها الزبدة نجد الزبدة نسد عليها بشوكولات نحاول نقذها بشوكولات ناخد كويرات قريبا خرجت منه 11 الكويرات على مقاطن نحاول نحشيهم بالشوكولات وتنكورهم عادي ونضغط عليها وهو مقاطن بشوكولات ونحشي المواد ونحشي المواد ونحشي المواد ونقذهم في المواد نضغط عليها نستمر بنفس الطريقة الان يحشي المواد ونحشي المواد افترضون لفران يمكنك العمل وضعهم بالفران او او لحشي و هم بغيته او او اتعجبوني ايش هكا يتعمر و يدخلوا الفران من ايتي يخرج ذك الجبن هذه منظورية ديالي انا و كلها عودتاني و المنظورية ديالي سوف نكمل الكمية كاملة اللي عندي سوف نعود خمرون المرة الثانية لما يعود لوقت دائما يسخن شوية نستطيع التعليقات بفرانة نضيف حجم مصر 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 سياسة بيضة كاملة مثل حليب نضيف حجم الوضع و خل نضيف حجم الملح نضيف مصر ندهن لهم والطوة تسلط لدي الفران لديه طاوة ولكن مره مره يحماق لنخشيها وهي تزلق لي وهي تطح في حالة الزدحات لديهم مشققين من الفق لديهم مشققين من الفق لديهم مشققين لديهم مشققين لديهم خفافين من غير ملاحظة و صافي بعد ذلك ارشيتهم بزنجل البيض انا كندخلهم الفران يكون بارد و نشعل عليهم من التحت حتى يطيبوه و تنفخوعة و نشعل عليهم من الفق ياخدو اللون وهذا هو شكلهم يجيهم حمرين خليتهم طبت حمرهم بشيئ بشيئوا زوينين و المنائضر ديهم زوين شفتوا البنات هده تشقاق ليت لكم بحلاق في اللحتهم بذيك 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 بذيكورين خلاص الخفافة من عاودش لكم خفافين خفافين بزاف بزاف اكيد دائما كيف ندير معكم اي وصفة ممكنش ندير هون ضروري ما نقطع هاليكم من الوص لما نقطع هاش ندير بناقص هانتوما شوفوا معايا خفافي الوحد درجو بنان الحلاوه البنات بنسبة الحلاوه متخافوش منها تجيهية هذي يعني حدو قدو كيف نقوله هانتوما كيجيو من الداخل غزالين بحشيو هون باش ما بغيشتوا انتوما كيف كتلكم ديروا الجوبن او للفرماج هدو هدو اللي تيكونوا خاويين هنا ايا دابرة الفولية ما عرفش لي فيهم الشوكولات من لي ما فيهم شغان بدا ندير لهم ديك اه باش دي وريني واش ندي انتوما شوفوا اختاريتها صعد حتى فيها ايا ديك شوفوا هادو الاخرين كيف كتشوفوا هادو ممشقين ما والو هادو الاخرين البنات اللي يدرت حيث ما تزعزعتش لي يطاوه دك شعلاش انتوما شوفوك يجيو خفافين وكيجيو هائلين جربوهم ان شاء الله كنت سنت علاقتكم كيف العادة والحاجة اللي ما عجباتنيش وإلا كنت ما مقتنعاش بها اكيد ما غادش نحطها لكم لانا انتو موليتوا مهمين بالنسبة اليوم وانحط لكم غير الحاجة اللي تحمر لكم وجهكم والحاجة اللي تنجح لكم من المرة اللولى خليت لكم الفرح يا اغلى الناس وحبكم في الله والسلام عليكم